اللي يعني أسعدنا الحقيقة المنتخب للومبي السعودي بتاهله لدور ربع نهائي دور الثمانية لبطولة كأس آسيا تحت سنة 23 سنة بعد فوزة اليوم على الإمارات بس المنتخب السعودي الأول اللي عسكر الآن في أسبانيا واختتم معسكرة اليوم جرى أجرى مبارتين وديتين مع كولومبيا وفنزويلا وخسر الثنتين بنفس النتيجة بهدف مقابل لشيء يعني الحقيقة مقلق المنتخب شوي السعودي الناس كانت منتظرة أداء أفضل روح أفضل لكن في تفسير يمكن يكون لهذا الموضوع يمكن الملل والإرهاق لأصاب لعبين المنتخب اللي الآن يلعبون في دوري راح يكمل 11 شهر وما يندرى ابن انتهي 23 ستة ولا ممكن يتمدد بسبب موضوع مشاركة المنتخب لولومبي في كاس أمم آسيا لو تأهل المنتخب للنهائي ما أدري هل راح يختتم الدوري في 23 ستة ولا يعني ممكن تتمدد إلى آخر ستة ولا أول سبعة أنا أقول نكمل إلى 25 ثمانية ونلحم دوريين في دوري والله موسم صعب جدا 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 من النظار وخطات الوحيد